المشروع الجبل الأخضر الاحتفال في ولاية الجبل الأخضر بتوقيع اتفاقيات مشاريع تنموية وخدمية جديدة في محافظة الداخلية ترجم اهتمام المحافظة بتعزيز البنية الأساسية والميزة النسبية لولايات المحافظة حيث جرى التوقيع على أربع اتفاقيات بقيمة تجاوزت مليوني ريال عماني لتنفيذ عدد من المشاريع وفي مقدمتها حديقة الجبل الأخضر هذه المشاريع تأتي نتيجة خطط مدروسة من قبل المحافظة طبعا هذه المشاريع اليوم أربعة مشاريع من أهمها مشروع حديقة الجبل الأخضر العام من المشاريع المهم المعول عليها مثل ما تعلم ولاية الجبل الأخضر أصبحت وجهة للسياحة في عمان المشاريع مستمرة بالأمس القريب بالأمس وقعنا أو أسندنا أكثر من اتفاقية في ولايات مختلفة من ولاية المحافظة نسع إن شاء الله إلى التكاملية في المستقبل وإن شاء الله نتواصل مع هذا وفي نفس الوقت نلبي طموحات ابناء هذه المحافظة مساحة مشروع الحديقة يبلغ 20 ألف متر مربع سيتم تنفيذها في قرية السيح قطنة وستتضمن أماكن عامة للزوار ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة ألف متر مربع وممرات لممارسة الرياضة والمشي ومواقع للاستثمار وخدمات ومرافق عامة تلبي تطلعات زوار الحديقة ومسرح مفتوح متعدل لاستخدامات ومسطحات خضراء بمساحة خمسة آلاف متر مربع استبشرنا في هذه الحديقة ونقد طال الانتظار والحمد لله ولله الحمد والمنى تم اليوم توقيع الاتفاقية مع الشركة المنفذة ينظرون الأهالي إلى هذه الحديقة إن شاء الله من مؤمل بداية المشروع 1-9 وينتظرون لها كمتنفس سياحي لأهالي المنطقة وللسواح القارمين إلى ولاية الجبل الأخضر يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة في الجبل الأخضر حيث يعتبر واجهة سياحية للجبل الأخضر وإيضا متنفس لأبناء ولاية الجبل الأخضر كذلك يخلق وظائف عمل لأبناء الجبل الأخضر الاتفاقيات الأخرى شملت تطوير وتأهيل الحديقة العام بمنطقة المعمورة بولاية بهلة وتنفيذ طرق داخلية بطول 10 كم في ولاية إزكي وطرق داخلية في مخططات السيح الأحمر بولاية بدبد وطو النصف بولاية سمائل هذا ومن المؤمل أن تشهد محافظة الداخلية خلال مرحلة قادمة تنفيذ مشروع واجهة جبل شمس في ولاية الحمراء جراند كانيون والذي وقع عليه الاختيار ضمن المشاريع الإنمائية التنافسية بين المحافظات لعام 2024 سعيد بن ذيب الهنائي محافظة الداخلية ولاية الجبل الأخضر